يسأل الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فبين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم علة كثرة صيامه في شعبان فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أيها الأحبة لنا هنا وقفة سريعة في غاية الأهمية الأعمال ترفع إلى رب العالمين هناك رفع يومي وهناك رفع إسبوعي وهناك رفع سنوي الرفع اليومي في آخر كل يوم وليلة والرفع الإسبوعي في يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن المشاحن الذي بينه وبين أخيه خصومة وشحناء والرفع السنوي والرفع السنوي يكون في كل عام في شعبان كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هذه الأيام هي أخطر الأيام على الإطلاق تعرض فيها أعمالنا على رب العالمين تعرض فيها صحائفنا على رب العالمين قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال جل ذكره ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل ذكره إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال جل ذكره أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فما من إنسان إلا وله صحيفة يوجد فيها كل أعماله يوجد فيها كل حركاته يوجد فيها كل كلماته أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بالله عليك لو أنك الآن يرفع في عملك يرفع عنك تقرير سنوي يعرض على مجلس الإدارة في أحوالك وفي التزامك وفي انتظامك بالعمل كيف تحب أن يرفع هذا التقرير وكيف أحب أن يرفع هذا التقرير عني ولله المثل الأعلى فهيا أيها الأحبة هذه أيام تعرض فيها أعمال السنة والعام على رب العالمين جل ذكره وأحق من يستحيا منه هو رب العالمين سبحانه وتعالى الواحد منا يستحي أن يرى أحد الناس مساوئة وعيوبة فمن باب أولى أن يستحي العبد ممن لا يغفل ولا ينام فهيا أيها الأحبة فلنتب إليه سبحانه وتعالى ولنصطلح معه سبحانه وتعالى ولنجعل صحائفنا بيضاء نقية مليئة بالتوبة والاستغفار والصيام والقيام والصدقات والقربات ترجمة نانسي قنقر